بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات بمادتنا الجميلة بمادت التربية الفنية اليوم بدلنا سوف نقوم باستكمال ما تبقى من درسنا إلى درسنا هذا اليوم التشكيل بالقشرة الخشبية في البداية عزائي الطلاب والطالبات تعلمنا في الحصة الماضية كان درسنا مثل ما ذاكت لكم التشكيل بالقشرة تعلمنا كثير من الأمور بالنسبة للقشرة الخشبية ذكرنا أنواع القشرة الخشبية أيضاً أساليب التشكيل بالقشرة الخشبية وخطوات العمل ذكرنا كثير من أمور بالنسبة للفيلتو وغيرها من الأمور المختلفة والمتنوعة بالنسبة للقشرة الخشبية والأساليب اللي ممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها أفكار كثيرة تحدثنا عنها بالنسبة للتشكيل بالقشرة الخشبية اليوم بإذن الله سنأخذ التطبيق العملي للتشكيل بالقشرة الخشبية ونستعرض لكم الكثير من الأفكار المختلفة والمتنوعة وبإذن الله سوف نستمتع في عملية التشكيل بالقشرة أما الآن سنبدأ بالتطبيق العملي وهذه ملاحظة مهمة أقوم بتنفيذ أعمال فنية تحت إشراف والدي أو والدتي أو أحد أفراد الأسرة المسؤولين أيضا في المدرسة أقوم بتنفيذ أعمال فنية تحت إشراف معلمي أو معلمتي وأصلي جيدا لنتوجهات السلامة الخاصة هنبدأ الآن عزائي طلاب والطالبات باستخدام القشرة الخشبية والتشكيل بالقشرة قبل نستعرض لكم بعض الأعمال مثل ما تلاحظون أمامكم هذا عندنا وهو صندوق من الخشب مطاعم بالقشرة والصدف بهذا الشكل الجميل طبعا يتم استخدامه لإدخال المجوهرات أو إدخال بعض القطع المختلفة والمتنوعة طبعا بإمكاننا استخدام القشرة الخشبية وتوظيفها بأشكال جميلة مثل ما تلاحظون أمامكم هذه بعض الأفكار اللي ممكن نقوم باستخدامها وتوظيف أعمال القشرة فيها أعمال القشرة الخشبية طبعا تعتبر ممكن نستخدم معاها اللي هو بعض الأدوات الحادة مثل مشارط والممكن نستخدم اللي هو بعض المقصات وغيرها أيضا نحتاج اللي هو مطرقة في حال استخدامنا اللي هو الإزميل أفكار متعددة ممكن نستخدمها ووسائل وفي لها بدائل طبعا طريقة اللي يتم استخدامها اللي هي استخدام المطرقة والإزميل يستخدمونها ويقومون بعملية قص القطع الخشبية باستخدام الأدوات الحادة مثل الإزميل طبعا يتم استخدامها ويتم تتم عملية الطرق بهذا الشكل طبعا بإمكاننا اللي هو تشكيل قشرة خشبية أو تشكيل أشكال متنوعة ومتعددة باستخدام الإزميل لكن هستعرض لكم بعض البدائل اللي ممكن نستخدمها ونقوم بتوظيفها مثل عندنا استخدام اللي هو المشرط ممكن نستخدم المشرط ونشكل أفكار متعددة وممكن أيضا نستخدم المقص ودائما يكون مقص كبير الحجم لتسهل عملية اللي هو قص القشرة هذه أفكار مختلفة وبدائل ممكن نقوم باستخدامها في أعمال القشرة الخشبية على سبيل المثال ممكن نستخدم ونقوم بإضافة أشكال بسيطة جدا ونقوم برسم أشكال بسيطة هستعرض لكم كيف ممكن نقوم برسم هذه الأشكال على سبيل المثال عندنا شكل بسيط جدا على سبيل المثال عندنا القشرة الغامقة ممكن نقوم باستخدامها ونرسم شكل بسيط مثل شكل مثل مثلث ممكن نستخدم المصدرة هنستعرض لكم كيف ممكن نقوم بهذه الأشكال ناخد المصدرة ونرسم مثلث بسيط جدا بهذه الطريقة حاليا عندنا مثلث بإمكاننا نستخدم سواء كان المشرط أو نستخدم اللي هو بعض الوسائل مثل المقص هنستخدم على سبيل مثال المشرط هنستعرض لكم كيف تتم هذه العملية باستخدام المشرط طبعا يجب أن نكون حذر أثناء استخدام لأي أداة حادة مثل مشرط وغيرها تلاحظون الآن بقص القطعة بهذا الشكل هذه بعض البدائل ممكن اللي هو الطريقة المثالية اللي هو الأفضل اللي يستخدم الأزميل لكن هذه بعض البدائل اللي ممكن أستخدمها وأبقى نقول بدائل لاستخدام الأزميل في حال لم يكن متوفر لدي ممكن أستخدم المشرط أو أستخدم المقص تلاحظون الآن لدي قشرة خشبية صغيرة الحجم بإمكاني أقوم بتوظيفها في قطع خشبية مختلفة ومتنوعة وأقوم بإلصاقها مثل ما ذكت لكم على سبيل المثال عندي سطح خشبي بإمكاني أقوم بإضافة الزخارف المتنوعة الزخارف المختلفة وأقوم بإلصاق هذه القطعة مثل ما ذكت لكم وحيكون شكلها أضيف لها اللي هو بعض الزخارف على سبيل المثال الزخارف الشعبية ممكن أستخدمها وأقوم بتوظيفها بدلة مثلا من الزخارف النباتية أو الهندسية الإسلامية فممكن أستخدم اللي هو الزخارف الشعبية أقوم بتوظيفها بأشكال مختلفة ومتنوعة طيب عندي على سبيل المثال أفكار أخرى ممكن أستخدمها وأقوم بتوظيفها في هذا اللوح الخشبي على سبيل المثال عندنا خشب يعتبر رخيص التكلفة هذا السطح الخشبي ممكن نستخدم اللي هو سطح الخشب الأبلكاش اللي تحضرنا أمامكم هذا عندنا خشب الأبلكاش بإمكاني أقوم باستخدامه وإضافة الكثير من الأفكار المختلفة المتنوعة مثل ما تعرفنا سابقا أنه دائما يتم استخدام أعمال القشرة الخشبية يتم استخدام أنواع القشرة تكون غالدة الثمن أو القشرة الطبيعية على أنواع رخيص التكلفة مثل عندنا اللي هو خشب اللي تلاحظونا أمامكم هذا يعتبر رخيص التكلفة مثل ما ذكرت لكم بإمكان أيضا استخدام خشب الأبلكاش أو خشب الأبلكاش هذه عندنا قطعة من خشب الأبلكاش بإمكاننا استخدامها وتوظيفها على هذا السطح اللي هو سطح الخشب نفسه نأخذ على سبيل مثال قشرة خشب نفترض بعض أنواع الخشب اللي ممكن نقوم باستخدامها عندنا تلاحظون أمامكم هذا عندنا قشرة خشب للورد بإمكاننا اللي هو قصها لكن هذه تعتبر سميكة نوعا ما مختلفة عن الخشب اللي استعرضنا لكم إياه هذه تعتبر أقل سماكة فيسهل فيه عملية التنفيذ وإنتاج الكثير من القطع المتعددة والمتنوعة ممكن نستخدم قشرة بسيطة منه ونقوم بإضافتها على اللوح الخشبي الموجود لدينا نقص على أشكال ورسومات أفكار متعددة خارف سواء كان نباتية أو هندسية وغيرها نستعرضكم أيضا بعض أنواع الخشاب اللي ممكن نستخدمها ونقوم بإضافتها بالقشرة الخشبية عندنا على سبيل المثال هذه بعض أنواع الخشاب الممتازة عندنا خشب الزيتون تلاحظونا أمامكم هذه عندنا اللي هو قطعة كبيرة ليست قشرة خشبية القشرة تكون بهذا الشكل هذه قشرة خشبية عندنا أيضا هذه قشرة خشبية لكن هذه بعض الأنواع اللي يأخذون قشرتها الخشبية يأخذون اللي هو جزء من الخشب يكون بسماكة جدا قليلة يأخذونها ويعملونها ويضيفونها في أعمال القشرة بشكل عام يضيفونها ويقومون بإضافتها على سطح اللوح الخشبي أو قطع الخشبية بشكل عام بإمكاننا يتم استخدامها عندنا على سبيل المثال عندنا خشب الزيتون ممتاز جدا أيضا عندنا نواع أخرى مختلفة مثل الخشب الورد تلاحظون أمامكم هذا هو خشب الورد بإمكاننا استخدامه وإضافته في سطح الخشب سطح الخشب خلينا نقول مثلا نرخيص التكلفة مثل خشب الامديف وغيرها بممكن نستخدمه ونقوم بإضافته بشكل عام حيكون شكلها جدا جميل لو قمنا بإضافته وأضفنا عليه على سبيل المثال الصدف وغيرها من الأفكار مختلفة والمتعددة عندنا أيضا اللي هو خشب الأبانوس يعتبر معنا أغلى أنواع الأخشاب اللي تم استخدامها في أعمال القشرة طبعا خشب جميل وصلب وقوي جدا وثقيل الوزن أيضا لو قرناه ببقية الأخشاب يعتبر ممتاز في أعمال القشرة أيضا الخشب نفسه لو قمنا واشتغلنا عليه من غير القشرة الكتلة كبيرة يعتبر صعب التشغيل فيعتبر من أخشاب الصلبة لتقيلة الوزن بإمكاننا نستخدم اللي هو قشرة بسيطة منه ونقوم بإضافته في أعمال اللي هو القشرة الخشبية وتزيين القطع المختلفة والمتنوعة أيضا لو زرته بعض المتاحف هنلاحظ اللي هو الفنان المسلم استخدم قشرة خشب الأبانوس وقام بإضافتها في أعماله واستخدم بعد أيضا معها الصدف وغيرها من الأفكار المختلفة والعاج وغيرها وظفها في القطع المختلف مثل صديق المصاحف وغيرها من القطع المختلفة اللي استخدمها الفنان المسلم قديما مثل ما ذكرت لكم أيضا عندنا على سبيل المثال حنستخدم سطح الخشب اللي تلاحظونا أيضا عندنا نوع ما لم نتحدث عنه اللي هو خشب الجوز خشب الجوز يتم استخدامه ويأخذون اللي هو قشرة الخشب الجوز هذه عندنا كتلة كبيرة من خشب الجوز لكن يتم استخدام قشرة خشب الجوز ويتم استخدامها وتوظيفها في أعمال القشرة الخشبية قشرة خشب الجوز جميلة جداً من أجمل الأخشاب بالنسبة لي وتلاحظون أمامكم هذه تفاصيل خشب الجوز بإمكاننا نستخدمها ونقوم بتوظيفها سيكون شكلها جداً جميلة وأضفنا معها اللي هو بعض الأنواع المختلفة وأضفنا معها على سبيل المثال الصدف وغيرها من الأفكار المختلفة والمتنوعة سنستعرض لكم كيف نستخدم قشرة خشب تلاحظون أمامكم هذا عندنا خشب البلزة بإمكاننا نستخدمه ونقوم بإضافة أعمال القشن طبعاً القطعة هذه تم إضافة عليها الورنيش مادة تعتبر يتم إضافتها على القطعة الخشبية هذا هو نفس الخشب نفس لوحة الخشب لكن عندنا تم إضافة عليها الورنيش والآخر لم يتم إضافة عليها بإمكاننا نستخدمه ونقوم بإضافة الكثير من الأفكار بهذا الشكل هذه بعض الأفكار اللي ممكن نقوم بإستخدامها وتوظيفها أفكار جداً بسيطة ممكن نقوم بإستخدامها وتوظيفها حتكون بهذا الشكل أشكال مختلفة ومتنوعة مثل ما تلاحظون أمامكم ممكن أن نقربها تكون قريبة عن بعض هذه أفكار جداً بسيطة بإمكاننا استخدامها وتوظيفها أيضاً ممكن نستخدم معاها بعض أنواع القشرة المختلفة مثل درجات لونية أخرى مثلاً ندمج بينها وبين أنواع الأخشاب المختلفة والمتنوعة على سبيل المثال عندنا قشرة أخرى حتكون أفتح بعض الشيء لكن هذه أفكار ممكن نقوم بإستخدامها وتوظيفها مثل ما ذكرت لكم عندنا قشرة أخرى بإمكاننا نستخدم ونقوم بتوظيفها مثل ما تلاحظون أمامكم هذه عندنا بعض أنواع القشرة بإمكاننا أيضاً نقصها على شكل مثلثات وأشكال متنوعة ومتعددة مثل ما ذكرت لكم لاحظون نقوم بقصها ونقوم بإضافة أفكار متعددة عليها أيضاً عندنا القشرة الخشبية بإمكاننا أن نقوم باستخدام المشرط ونقوم بإضافة زخارف وأشكال متعددة على سبيل المثال عندنا بعض الأفكار الممكن نقوم باستخدامها اللي هي الزخارف الحندسية بإمكاننا نستخدمها ونقوم بعملية لسقها أخذ عندنا القشرة الخشبية ونبدأ بإضافة هذه الزخارف عندنا على سبيل المثال أشكال جاهزة للزخارف بإمكاننا استخدامها وتوظيفها نأخذ اللي هو حدودها ونستخدم معها اللي هو المشرط على سبيل المثال نحاول بقدر الإمكان الشكل ما يتحرك معنا نتلاحظون أمامكم نقوم برسم الخط الخارجي لهذه الزخارف إذا كانت عندنا أشكال جاهزة هيصبح الموضوع أسهل وما في مشكلة لو نقوم برسمها ونقوم بإضافة التفاصيل المختلفة لهذه الزخارف تلاحظون أمامكم عندنا رسمة بسيطة جدا للزخارف سنبدأ نستخدم المشرط لقص هذه الزخارف مثل ما تلاحظون ستأخذ مننا شوية وقت بهذا الشكل نستخدم المشرط والمشرط يعتبر بديل للزميل نقوم الآن بإزالة قطعة من الخشب بهذا الشكل هذه بعض الأفكار اللي ممكن نستخدمها ونقوم بتوظيفها طبعا يجب أن نكون حذرين عند استخدامنا للمشرط ممكن لا سمح الله نأذي نفسنا بالخطأ يجب الحذر لهذه النقطة تلاحظون كيف تطلع معانا القشرة بكل سهولة فهذه من الأمور اللهم طبعا تحتاج إلى تركيز في العمل نحتاج إلى اللي هو التركيز في العمل لأنه ممكن أي خطأ ممكن نعيد العمل بالبداية أو نحتاج إلى الصاقة ويأخذ معانا وقت أيضا بالنسبة لنوع الصمغ المناسب لعملية الصاقة القطعة اللي هو صمغ الخشب نحتاج صمغ الخشب في عملية إلصاق القطعة طبعا صمغ الخشب يأخذ وقت طويل على بال ما تنشف القطعة مثل ما ذكرت لكم طبعا هذه من النقاط المهمة بالنسبة لهذه العملية الآن تقريبا تباقي لدينا القليل فقط لننهي العمل خطوات بسيطة ونقوم بإنها اللي العمل بهذا الشكل طبعا أيضا بإمكاننا في حال يكون مثلا سطح بعض القطع خشن ممكن نقوم بتنعيمه تمعين القطع الخشبية ونستخدم أدوات صنفرة لذا يكون سطحها ناعم بقدر الإمكان كثير ملاحظات ممكن نستفيد منها بالنسبة لأعمال القشرة اللي ذكرناها لكم تبقى لدينا القليل فقط وننهي هذا السطح الآن تقريبا لدينا بس خطوات بسيطة وننتهي من أعمال تلاحظون أمامكم عندنا هذه القطعة نفس الشكل اللي استخدمناه ووظفناه وممكن نقوم باستخدامه وإضافته على هذا السطح ونقوم بإلصاقة تلاحظون أمامكم عندنا خشب MDF خشب رخيص جدا بإمكاننا استخدام أعمال القشرة الخشبية عليه ونقوم بإضافته على سطح العمل عندنا أفكار كثيرة استعرضناها لكم بالنسبة لأعمال القشرة على سبيل المثال نأخذ قطعة رخيصة اللي هو عندنا خشب أو خلق نقول منخفضة التكلفة تعتبر منخفضة التكلفة خشب النوع على خشب MDF تلاحظون أمامكم هذا هو خشب MDF نأخذه ونقوم بإضافته على سطح الخشب الآخر وبعد ذلك نقوم بإضافته نقوم بإضافة أعمال القشرة وممكن نعمل اللي هو بعض التفاصيل البسيطة مثل عندنا اللي هو بعض الزخارف المتنوعة والمتعددة وممكن نقوم بإضافة أشكال مختلفة ومتنوعة ومتعددة على سطح اللوح الخشبي هذه بعض الأفكار اللي ممكن نقوم بإستخدامها ونقوم بإضافتها لدينا الكثير من الأفكار أيضا ممكن نستخدم أنواع مختلفة من الصامق عندنا بعض أنواع المختلفة مثل الصامق المخصص يكون صامق أبيض مخصص للخشب بإمكاننا نستخدمه ونقوم بإضافته وإمكاننا نقوم بالصاق القطعة نقوم بإضافة القليل بالنسبة لسطح وبعد ذلك نبدأ بعملية الرصاق ويأخذ وقت طويل على بال ما ينشف تنشف القطعة ممكن يأخذ أوقات طويلة وممكن عشر ساعات وغيرها على حسب كمية الصمق اللي تم إضافتها على سطح العمل هذه أفكار بسيطة جدا بإمكاننا نستخدمها ونقوم بإضافتها مثل ما ذكرت لكم هذه حاليا القطعة لم نقوم بإلصاقها لكن الأفضل أن نقوم بإلصاقها ليصبح العمل ويكون جاهز تلاحظون أمامكم هنا عندنا اللي هو أثار خشب الـ MDF بإمكاننا نستخدم أعمال القشرة ونقوم بتغطية هذه الأثار ونخفي أثار وجود أن هذا الخشب يعتبر منخفض التكلفة اللي هو خشب الـ MDF هذه بعض الأفكار ممكن نستخدمها نقوم بتوظيفها نشكل على سبيل المثال بأعمال القشرة الخشبية الكثير من الأفكار المتنوعة والمتعددة ممكن نستخدم اللي هو مناظر طبيعية أشكال متنوعة ومتعددة تلاحظون أمامكم هنا عندنا اللي هو منظر طبيعي بهذا الشكل بإمكاننا نعمل اللي هو الكثير من الأفكار أيضا باستخدام القشرة الخشبية أيضا عندنا صندوق اللي استعرضنا لكم من أعمال القشرة الخشبية وتم إضافة عليها اللي هو الصدف أيضا كثير أفكار بالنسبة للقشرة الخشبية بإمكاننا نستخدمها ونقوم بتوظيفها هذه بعض الأفكار المختلفة والمتنوعة بالنسبة للقشرة الخشبية وممكن نقوم بتزيين وعمل الكثير من الأفكار المختلفة والمتنوعة شكرا لكم في النهاية على حسن المتابعة والاستماع نلتقيكم بإذن الله في الحصة القادمة وفي أمان الله